جدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تأكيده على ضرورة أن ترسل الحكومة الاتحادية المستحقات المالية للإقليم جد ذلك خلال استقباله السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوبلي وذكر بيان صدر عن حكومة الإقليم أن الجانبين بحث خلال الاجتماع آخر المستجدات والتطورات عزاء الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة بشكل عام وسبل تعزيز العلاقات الثنائية واضف البيان أن اللقاء تناول موضوع المستحقات المالية للإقليم وضرورة تأمين الحقوق الدستورية ولسيما بعد تقديم حكومة الإقليم التوضيحات اللازمة المدعومة بالبيانات والمعلومات الدقيقة إلى اللجنة المالية في مجلس النواب والجهة المعنية في الحكومة الاتحادية